أولاً بأول مهما كانت صغيرة ومهما بدت بأنها غير محددة لكن علينا أن نطرح عليهم ما نعلمه أما ما لا نعلمه فهو يندرق في نطاق الغيب والغيب لا يقبل الإعلام الحديث فيه طبعاً القضايا الشاغلة لنا ولكم هي صحة فخامة الأخرئيسي الجمهورية وهل سيظهر في الموعد الذي تحدد من خلال التصريح لسكرتير رئيس الجمهورية الشؤون الإعلام الأستاذ أحمد السوفي هذه القضية الأولى القضية الثانية هي الحرب مع القاعدة وإلى أين وصلت وهل هناك نهاية سريعة لهذه الحرب طبعاً القضية الثالثة هي الفرنسيين ومن الذي قامت به أجهزة الأمن وهل هم أحياء أم أموات القضية الرابعة هي النقاط الأربع التي يوليها الأخ النائب عبد الرب منصور هادي كل جهوده ويواصلت صالاته ولقاءاته مع كل القوى السياسية ومع كل السفراء وكل الزائدين وأيضاً إلى جانب قضية هامة وهي اللجنة الأممية التي وصلت يوم أمس إلى اليمن للتحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان مؤتمرنا الصحفي سوف يتحدد حول هذه القضايا الخمس وبالتالي قد لا يكون الكلام فيها جديداً طبعاً متى سيظهر الأخ رئيس الجمهورية في صوته وصورته على وسائل الأعلام الأنسان أحمد الصوفي هو الآن متقي إلى السعودية ونحن ننتظر أن يطلق خلال الأيام القليلة القادمة أنا أفضل هذا الاستغدام لا نحددها بالساعات ولا نحددها بالأيام لكن طالما عندنا فسحة الأيام القليلة القادمة إذا ظهر خلال ساعات فذلك خير يعني هو ما يريده الشعب اليمني وإذا لم يظهر بالتالي قد وضعنا أمام انفسنا احتياط لأن للمرض حكمه وللمريض أيضاً ظروفه التي يجب أن نعذره فيها نحن أمنيتنا أن يظهر اليوم بل هذه الساعة بالتحديد لكن الظروف المرضية قد تقتضي ساعات وقد تقتضي أيام وهذا ليس يعني بكثير قد يكون طويل على المحبين وحتى على المبغضين لأنهم يريدوا أيضاً هم من يعرفوا ما لهم وما عليهم ونحن نقول فخامت الأخ رئيسة الجمهورية في صحة جيدة وحتى الخدوش والقروح التي قيل بأنها موجودة في وجه لم تعود فيها الخدوش ولا قروح يعني هو في صحة جيدة خلال أيام فعلاً سنشاهده بصوته وبصورته وهذا ما نريد التأكيد عليه الثاني القاعدة والله نحن نقول بأن نهاية هذه الحرب وشيكة ومن الآن متمترسين خلف الدروع البشرية القوات المسلحة تخوض معهم حرب استبسال وعدد كبير من الشهداء القوات المسلحة الذين نترحم عليهم ونشعر عليهم بالحزن وبالأسف الشديد ونتقدم للمواساة لأسرهم وكذلك القرحة الذين سقطوا في هذه الحرب لكن بالتأكيد القاعدة منيت بهزيمة كبيرة القاعدة فعلاً تنظيم خطير والإرهاب هو الذي يعني كلنا نلتقي على إذانته ندعو الله سبحانه وتعالى لهؤلاء بالهداية لأنهم شوف إنسان قرر أن يموت واعتقد بقراره بأنه سوف يدخل الجنة هذا مشكلة لا تستطيع أي قوة في الأرض أن تقف أمامهم لكن ندعو هؤلاء إلى مراجعة أنفسهم وإلى عدم الدفع بالشباب إلى مواقع الانتحار لأن دينا الإسلام الحنيف يقول لنا أن من قتل نفسه اتقه إلى النار هدفهم في قامة إمارة إسلامية في المحافظات الجنوبية هدف بعيد المنال وأكدت التقربة إنهم كلما تقدموا خطواتاً إلى الأمام كلما أعيدوا عشرات الخطوات إلى الخلف يعني ها هم اليوم يحصدوا نتاج ما أعتقدوا بأنه الناصر هزيمة وبالتالي لماذا فعلاً ندفع أبناءنا وإخواننا إلى مواقع الهلاك على قضية لسنا أساساً بحاجة إليها لذلك ندعو القاعدة إلى مراجعة أنفسهم وإلى تسليمها أنفسهم وأن لا يستمروا في حرب خاسرة لن يحققوا فيها ما يهدفون إليه من الإمارة الإسلامية الثاني الفرنسيين الفرنسيين أجهزة الأمن مستمرة في البحث عنهم تم العثور على سيارتهم في منطقة وسط بين سيئون وشبوة طبعاً هذه المنطقة تدل فعلاً بأن الفرنسيين مروا من هنا حتى الآن هناك معلومات لدى أجهزة الأمن لا يمكن أن نتطرق إليها حرصاً على حياة هؤلاء الفرنسيين لكن نؤكد للموجودين جميعاً أنهم لا زالوا حتى الآن أحياء يرزقون ونأمل فعلاً من الذين اختطفوهم أن يراجعوا أنفسهم ونأمل من أجهزة الأمن المزيد من الحركة والمزيد من النشاط وأن تكون حركة سريعة وطليقة وخالية من القيود البيروقراطية تمكنهم من إنقاذ هؤلاء طبعاً الفرنسيين أصدقاء ويقومون بأعمال إنسانية طلبوا خطياً من أجهزة الإعلاء من أجهزة الأمن أن لا يرافقهم أحد وقالوا بأنهم هم من الذين يتحملوا المسؤولية عن أمنهم الخاص إذا ما حصل لهم أي شيء طبعاً الحقيقة مثل هذه الأشياء نحن أهل مكة أدرى بشعوبها ونحن أهل أدرى بالأمن في اليمن وإذا ما طلب منا أحد الأصدقاء مثل هذا لا يجب أن نستجيب له لا بد أن نضعه هو الآخر تحت الملاحظة حرصاً على حياته وبالتالي هم وإن كانوا قد أخطأوا فإنحنا أيضاً لا شك بأننا وقعنا في حسن النية حينما صدقنا بأنهم ليسوا في خطر كما قلنا الإرهاب ليس له قيم وليس له أخلاق وليس له مبادئ ولا مثل حتى من يوهمك بأنك أنت آمن قد يضر لك السوء يعني الناس يظهروا بعض الأوقات وليس كل الناس يعني الذي لهم أهداف ونوايا سيئة يظهروا غير ما يبتنوا وبالتالي فعلى أجهزة الأمن ألا تستجيب مستقبلاً لمثل هذه الطلبات وحتى إذا ما اضطرت إلى الاستجابة لها ألا تترك هؤلاء فريسةً لمن يريد أن يضمر به مشوء ألا النقاط الأربع هذه النقاط التي ما برح الأخ نائب رئيس الجمهورية هذا الرجل الذي يعمل بصمت ونكران للذات وبالتالي يبدل جهود تستحق التقدير والاحترام من كل القوى السياسية هو يريد تثبيت وقف اطلاق النار وكما تلاحظوا بأن صنعها هادئة وتعز هادئة والمدنة اليمنية هادئة من حيث اطلاق النار يعني تحصل من وقت لآخر عمليات قاتل هنا أو هناك وهذه عادة لابد أن نتوقعها في كل ظروف لذلك نقول بأن القتل السياسي مش موجود الآن واقف ما فيش حاجة اسمها قتل لأهداف سياسية إلا بيننا وبين القاعدة وكما قلنا ندعو الله بالهداية لتنظيم القاعدة في اليمن نريدهم أن يعودوا كمواطنين آمنين يعملوا لهم حزب ترضين سياسي إسلامي اختاروا لهم أي فطاب من اسم الإسلام وبالتالي يمارسوا حقوقهم السياسية كاملة دون حاجة إلى هذا القتال الذي لا ناقة لهم فيه ولا جمل وأن لا يستخدموا نريد لأعضاء القاعدة أن لا يستخدموا في هذا الصراع الموجود في البلاد يعني كان يستخدمهم البعض للإطحاب علي عبدالله صالح علي عبدالله صالح يعني قرر بمحظ إرادته أنه لن يترشح مرة أخرى للرئاسة علي عبدالله صالح اخترح على كل الأحزاب والتنظيمات السياسية مبادرته الشهيرة التحول إلى النظام البرلماني بما يعني من إلغاء لرئيس القمهورية بعد أن اكتشف أن الطامعين يعني كثر عددهم وأصبحت الأرقام تتمل منهم ومن كثرتهم قال نظام برلماني يحتكم إليه الناس من مع عدد كبير في مجلس النواب حكم له فترة وروح يعني هذا حل هذا حل من الحلول التي تترحها فقامة الأخرى يلغي الرئاسة بكرة إذا أرادوا للأخوة في المشترك أنه علي عبدالله صالح يخرج من السلطة سيخرج إلى نظام برلماني وبالتالي من دخل الانتخابات وكسب له أعضاء في مجلس النواب يحكم البلاد هذه واحدة الثانية هم قالوا يريدوا القائمة النسبية ولا يريدوا قائمة الفائز الأول قال سنناقش هذا الخيار هذا الخيار من ضمن الخيارات لماذا لا نأخذ بالنظام المختلط الذي يجمع بين أفضل ما في القائمة الفائز الأول وأفضل ما في القائمة النسبية يعني لماذا لا نجلس على طاولة الحوار ونتحاور حول الانتقال السلمي للسلطة الانتقال السلمي للسلطة الذي يتم بقناعة أفضل من الانتقال السلمي للسلطة الذي يتم بأوامر يدقينا بأوامر خارجية هذا ليس بمصلحة اليمنيين إنهم يعتمروا من خارج صنعاء يعني يجب أن نعتمر من داخل صنعاء من داخل اليمن ويجب أن نرجع إلى الشعب اليمني لحل مشكلتنا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يدعمون الديمقراطية في العالم كله وهم أنفسهم حساب تحكم بالديمقراطية في عندهم أقليات لكن الأقليات عندهم ما تخرجش تعتصم ونحن عندنا إذا كان الاعتصام قد صبح بديل للديمقراطية كل الناس بيعتصموا المهم من اعتصام الديترو سلطة ولا مجلس انتقالي ولا مجلس رئاسة حرام ما يبقى واحد يشتغل الكل يجب أن يتركوا العمل ويخرجوا يعتصموا ونحن نقول أن فخامة الرئيس اقترح القائمة النسبية هذه صالحة لحزاب الصغيرة يمكن تحصل وضد لحزاب الكبيرة رغم أنه ينتمي إلى حلف كبير ومع أغلبية ساحقة نحن لا نريد أغلبية ساحقة ولا نريد أغلبية أغلبية وإلا نريد يعني حكومات ائتلافية يعني يحكم فيها أكثر من حزب أو تنظيم سياسي هذا معروض على الإخوة في حزاب المشترك الآن إذا هم رغبوا فيه لكن الطمع مهلكة نحن نقول لهم أن الطمع مهلكة فلا تعرضوا أنفسكم إلى الهذاك نائب رئيس الجمهورية يبذل جهود في إخراج المسلحين من المدن ووعود كثيرة صدرت إليه بأنهم سيخرجوا المسلحين وهذه نقطة يجب أن نتعاون فيها نحن رجال الصحافة والقنوات الفضائية لندعم جهود نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية يحاول جاهداً فتح الطرقات فتح الطرقات لتوصيل النفط لتوصيل الغاز لإعادة الكهرباء يعني كما تلاحظوا بأن هذه الخدمات هي تهم كل يمني سواء كان حزبي أو كان مستقل أو كان بالمعاربة أو كان في الحكم فلا نسيس هذه الخدمات الأساسية نناشد الإخوة في أحزاب اللقاء المشترك أن يمدوا يدهم إلى الأخناء برئيس الجمهورية ندعو كل الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى التعاون مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الذي رفع تقريراً جعل مجلس الأمن يناشد كل الفرقاء يعني مجلس الأمن ناشد كل اليمنيين بضبط النفس فلماذا لا نستغل هذه المناشدة ونوقف قعقعة السلاح ونوقف التقطع وقطع الغاز وقطع المواصلات هذه تغضب الله في السماع وتغضب الإنسانية كلها في الأرض فعلينا أن نبتعد عن هذه الأساليب وأن نتعاون مع نائب رئيس الجمهورية إذن كان هذا مقتطفاً من المؤتمر الصحفي الذي يقده الأخ عبد